واحدة من معجزات منتخب كوديفوار خلال هذه البطولة تضحط وسط كثير من المعجزات هي سيبستيان هالر واحد من المهاجمين الكبار عالميا يعود للعب كرة القدم بعد إصابته بمرض السرطان يسجل هدف الفوز لمنتخب كوديفوار في المباراة النهية ويكون داعم هو وزملائه بشكل رائع جدا أن كوديفوار ترفع كأس الأمم الأفريقية في النهاية رأيك فيما قدمه سيبستيان هالر بعد ما مر به من ألام ومرض اللعين وما قدمه مع كوديفوار في هذه البطولة أصر هالر على المرض أولا وكان لهم من العزيمة التي مكنته من العودة ولم يكن جاهزا بنسبة 100% لهذه الكأن حيث كان يعاني من الإصابة ولكنه بالعمل والاكتهاد لحق بالفريق ولقد شاهدتم رغم أنه لم يكن جاهز بدنيا بشكل كافي ورغم القوة الكبيرة لهذه البطولة إلى أنه أصر على التواجد وكان ينفذ برنامجا مكثفا كي يكون مع الفريق وكي يكون جاهزا حينما نحتاجه إصابته قبل الكأن كانت قوية بالفعل ولم نكن متأكدين من تواجده ولكن بالعزيمة لحق بنا وسجل هدف الفوز وكان دائما يقول أنه لديه شعور بأنه سوف يسجل هدف الفوز بالنهائية في النهاية تمكن هو وزمولاءهم من منح الكوتيفور هذه الهدية وقصته مع المرض وانتصاره على المرض وقصة الكوتيفور مع هذه البطولة وعودتها من الموت للفوز بهذه البطولة أعتقد أنها قصة سوف تحكيها الأجيال المقبلة لفترة طويلة الصحافة كتبت بعد نتائج كوتيفور في الدور الأول أن بعض اللاعبين أبلغوا أنديتهم في أوروبا أن هم هيعودوا سريعاً وأنه خلاص البطولة خلصت بالنسبة لهم هل فعلاً في بعض اللاعبين كانوا بيستعدوا للصفر تحسباً لخروج كوتيفور من البطولة؟ لم يحدث ذلك لم يبدي أي لاعب الرغبة في العودة إلى ني بعد الهزيمة من غينيا الاستوائية الجميع كانوا يصلي كي تفوز المغرب على زامبيا ولكي نتأهل ثمن النهائية لم يفكر أحد في الرحيل عن الفريق الإفواري اللاعبين كان لديهم إحساس بأن ما حدث في الدور الأول كان شيئاً عارضاً وأنهم سوف يكملون هذه البطولة حسناً